هكتور كوفر بيحتوي غضب الجلية المصرية تجاه العيبي المنتخب بعد وديت البرتغال الجلية المصرية اللي موجودة في سويسرا واللي حضرت لقاء البرتغال وشوفنا ادي فرحتهم باداء منتخبنا وتحديدة بمحمد صلاح كان ليهم عتاب شوية على العيبي منتخبنا الوطني ان العيبي المنتخب مرحوش حيوهم بعد انتهاء لقاء البرتغال فعشان كده بعض افراد الجلية المصرية اتكلم مع مستر هكتور كوفر بصيغة العتاب يعني ان كان المفضل واللي هم يحبوه ان لعيبة المنتخب تروح تحيي الجمهور خاصة ان هم قطعوا فيه منهم قطع مسافات كبيرة جدا عشان يكون موجود ويقازر منتخبنا الوطني في معسكره في سويسرا مستر هكتور كوفر اتكلم مع العيبة وقال لهم ان مهمة جدا بعد لقاء اليونان يبقى فيه تحية للجماهير اللي جات من مناطق كتيرة ومن اماكن كتيرة وحتى من بعض البلاد الاوروبية المجاورة لسويسرا عشان تحضر لقاءة البرتغال واليونان تقديرا لهذه الجماهير وطبعا اكيد لعيبة المنتخب مصر العامة وده بشكل ممكن يكون تلقاء اكيد مش مقصود لان اكيد كلهم بيقدروا جدا كل الجماهير المصرية وخاصة طبعا الناس اللي تعبت وتحملت مشاقة ان هم يروحوا يشجعهم يكونوا موجودين معهم في لقاءة البرتغال بس زي ما احنا اتحرق دمنا واحنا عادين بنتفرج بعد الفوز اللي راح من ايدينا وكان قريب جدا جدا مننا في اخر ثواني اكيد برضو ممكن اللعيبة اللي موجودين بقى في ارض الملعب مش اكيد يعني او مش احتمال ده يعني حاجة مؤكدة ان هم اكيد كانوا زعلانين اكتر من اي حد والدايق وده اللي ممكن يكون خلاهم مركزوش في خصة او في فكرة انهم يروحوا حياة جماهير وطلعوا على طوله على غرف خلا الملابس